التي تعمل الحكومة على توسيعها لتحقيق الوصول إلى تحقيق المناعة الجماعية معي في البراطل، بروفيسور إيدير بيتام، باحث مختص في الأمراض المتنقلة والأمراض الاستوائية صباح الخير بروفيسور، شكراً لحضرك معنا اليوم صباح الخير، شكراً استعداد نبدأ بداية في تقييم الوضعية الوبائية في الجزهر بعد ما سجلنا في أيام سابقة 1900 إصابة وأكثر من هذا الرقم في حصيلة قياسية، مؤخراً على الأقل في ثلاثة أيام أو أربعة أيام الأخيرة فيه تراجع 1200 إلى 1300 إصابة يومياً طبعاً هذا نتيجة تحالي البيسيير هل نقدرون أن نقوله اليوم أن هذا الاستقرار و هذا التراجع ولو بشكل طفيف في عدد الإصابات أنه بلغنا ذروة هذا الموجة الثالثة وبالتالي أننا في منحنة تنازلي بعد هذا الموجة شكراً لازم تعرفوا المنحنة هذه المنحنة مازال منحنة تنازلية هناك حالة منحنة استقرار هناك حالة البلاتو الإبيديميولوجي هذا البلاتو الإبيديميولوجي كما تعرفوا بلد يكون الاستقرار و يطلع و يحبط حقنا 1400 و بعد 1200 يقدر يزيد يطلع كما قلوا دراسات إبيديميولوجية في الفيروسات بلد يوميوجيه في الفيروسات بلد يوميوجيه في الفيروسات ما كنا نقدر نقوله بلد يكون تنازل رغم أنه حالياً لم يتم الحديث حول هذا الدلتا بلوس لأنه هذه الطفرة الجينية تم تسجيلها مؤخراً في كوريا الجنوبية فيه مخاوف من انتشارها في عدد من بلدان العالم هذة الطفرة تعتقد أنه هي اللي وصلت نعم وسببت هذه الموجة نعم لازل تعرفوا بالدلتا هو طفرة التي خلقت في الهند وكان بزاف العلاقات العمل العلاقات جد ومتطورة بين الهند والبريطانيا كان بزاف العمال في الهند اللي راحوا لبريطانيا بيش يشتغلوا بيش يدروا العلاقات تنقل بين بلدين وتم تدخل الطفرة دلتا في البريطانيا وكان تغيير جيني والتطفرة دلتا أسرع انتقال وأكثر شراسة هذي كعالبين نسموه احنا دلتا بلوس هذي ما نخدمها لجماعة تعسيد سياتلونتا وحنا اللي نكلمو على التطفرة الجديدة وهذه التطفرة الجديدة هي اللي كنا بالي بيسانت هي اللي بيسانت التعقال لأوروبة وحنا من جينا التطفرات الجديدة جينا من الأوروبة من الفرنسا ولا بريطانيا والإسبانيا والإيطاليا اللي يجوا للتيارات اللي يجوا عندنا يقدروا يجيبوا للتطفرات جديدة حده دخل الطفرة دلتا بلوس وهذه دلتا بلوس كما قلنا أكثر انتشار وأكثر شراسة هذا وراجعوا واحد من الفرد العائلة يدخل العائلة كل الفرد العائلة ينتشر فيها الفيروس فكاش واحد يسلك هذا هو المشكل المطروح هذا ربما ما يفسر هذا الارتفاع الكبير في أعداد المصابين هذا كان معمول كان منتظر حنا كنا نهضروا عليها في البلاتوات في الجرائد في التالي في الغاديو كنا نهضروا عليها ولكن دوكا خلاص دوكا حنا رانا نلاحظو إن شاء الله من اليامات ومن أسبوع تراجع على الحالات دنك رانا في التنازلي المنحن التنازلي ولكن لاحظنا بليام بلاتو سيكمال موض أكتوبر ونوفمبر والشفيتو في الموجة الثانية موجة الثانية ما يكش بلاتو كان من فيك كان من فيك سيتي 1172 حالة في 22 نوفمبر في الفارت ولكن دوكا كنت شوفوا بلي الحالات راه يستقر رمي راهي في الأعلى صحي أعلى المنحنة دنك رانا شخص البلاتو ولكن كما قلت إن شاء الله هادي يامات ثلاث يام أربع يام حتى أسبوع نشوفوا بلي هذا حاجة طبيعية في الفيروسات حلم الفيروسات حاجة طبيعية ولازم نلاحظوا هذا التنازل على الحالات ولكن كما قلوا التنازل الحالات ما يعنيش وحتى هذا هذا الاستقرار كذلك كان مرافق بالتزام عدد كبير من المواطني لأنه مع بداية انتشار الموجة الثالثة فيه تراخي كبير عدم التزام تدبيل ويقائية حتى عدم ارتداء الكمامات مع هذا الارتفاع اليوم الحمد لله فيه التزام من عدد كبير من المواطني وبالتالي هذا ما ساهم كذلك في الوصول إلى هذا الاستقرار لا لا الاستقرار هو كما قلوا ملحنة ابيديميولوجي للفيروسات عادي نديرو لما ديروش كما ما تخدم ولا ما تخدمش هي هكذا ولكن واش الفرق بينو سي عدد الحالات ولكن كملنا بالتراخي تاليوم وكان رانا دوكاء الحصائيات وزارة الصحة وكان الحقيقة رانا خمسالاف وليستالاف حالا طبعا هذا التحاليل بي سيار هذه التحاليل على الأرقام التي تعطينا وزارة الصحة والأرقام الحقيقية نضربها في عشرة والعشرين دائما كذلك فيما يخص نقطة التحاليل التي تجرى على مستوى المخابر الخاصة هل هي مجملة ضمن هذه الإحصائية اليومية التي تقدم وزارة الصحة أن فقط هي تحاليل بي سيار على مستوى التي تقام على مستوى المستشفيات العمومية لا إن مخبر خاص يحب يدير تحاليل يجب أن يكون رخصة من وزارة الصحة يجب أن يكون رخصة من حجب وزارة الصحة تعتليك الرخصة تعتليك نسيت نسيت ويب نسيت ويب ويجب أن تضع 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 لذي تضع المعلومة التي تكون لديك حالات إيجابية وليسيبية ولكن نشوف بلي كم بزاف المخابر لم يحطوا هذه المعلومات فهمنا ما لم يحطوا هذه المعلومات كم 4 أو 5 مخابر لم يبدو هذه المعلومات زائد مستشفيات ولكن نزيد ونجمع هذه المخابر لم يحطوا المعلومات ولكن نزيد وليسي كبير لكي فرق كبير مقرر حتى لو أنت تحدث عن نقطة المخابر وزير الصحة قبل 3 أيام تحدث حتى مدير مع حد بسطر كذلك تحدث حول نفس النقطة يتراجع الضغط الذي كان على مستوى هذه المخابر خلال الأيام الأخيرة هذا كذلك ما يفسر ربما هذا الاستقرار في أعداد الإصابات نعم يجب أن تعرف إنسان عنده كوفيد عنده العراض لا يرح يرح سبيطار ويجب سبيطار يدير للتحاليل وهذا يخفف مخابر مخابر كما مخابر الباستور ولا مخابر الخاصة هذا يفسر نقص الضغط ولكن لدينا تفسير آخر نقص الضغط فراجع إلى بداية تراخي إن شاء الله المنحنة كما قل هذه اليام تلتيام أربع يام حتى الأسبوع ماكسيموم يقدر نشوف المنحنة يبدأ ينقص إن شاء الله بسرعة هذا ما نأمو له وننتمنى على الأقل الأتقوم التبية في المستشفيات يخف عليها الضغط وهذا الضغط الكبير اللي شهدته خلال الأسبوعين الماضيين نتحدث كذلك حول قضية عدد الوفيات يوميا اللي ارتفع كنا تقريبا نسجل أرقام أقل من هذا وصلت إلى أكثر من 40 حالة وفاة يوميا هذا كذلك نتيجة هذه المضاعفات الخاطرة الناجمة عن متغير دلتا كان فرق بين دلتا ودلتا بلوس دلتا ود مارس في المارس أفريل ما كانت دلتا ودلتا لم يكن تحتل هذه الأعراض كانت تحتل السعال كانت تحتل سريئتين كانت يذهب إلى المستشفى ويذهب إلى 50% مريء لا تنمشي في حالة حريجة في حالة الخطر هذا كذلك ما يسبب الضغط والطلب الكبير الذي كان على الأكسجين نعم ويخصو الأكسجين ويشغل خلاص مبخاش عنده السرس السرس يزيد وينقل السرس العائلته والناس الذين يذهب مع المرضى هذين يذهب مع المرضى ويجعلوا مشكلة في المستشفيات ليس المرضى الذين يجعلوا مشكلة ينقلوا المرضى سنهار لا يشوف والديك ولا يشوف مراتاك ولا يشوف راجل تاعك في الحالة خطرة ولا يوجد بلاصة ولا يوجد حاجة يجعل السرس يعيط يزعب ولكن تعرفوك عقل عمال الصحام يجعلوا مجهد تحون بشيقدر يقوم العمل تحو حتى كذلك فيه نوع من الاستعمال العشوائي لهذا الأكسجين وحتى عدم الرجوع لأخذ رأي الطبيب وحتى كمية الأكسجين يجب أن يتلقى ها المريض فيه نوع من تهافت لإقتناء قاربة الأكسجين وحتى مكثفات الأكسجين التي تم استيرادها مؤخرا هذا سؤال جيد وعليه خطر نشوفه كم زف المرط يموتوا في المنازل هذا رجع لخطورة استعمال الأكسجين في المنزل بدون ترخيص وبدون استشعار طبيب أو واحد معاون الطباء في المستشفى ترليف كين بروتوكول والبروتوكول يقول إنسان هذا البروتوكول تعوي ما يقدرش نعطي له الأكسجين وخطر إنسان يقدر يدي أكسجين كثير ما يلزم هذا يقدر يحط حتى الموت ولكن هذه خطورة موجودة ناس يخبيوا الأكسجين يقولوا هذا خطر خطر كبير جدا الأكسجين يجب يتمد مع ترخيص أو مع اشتراف متابعة مع متابعة طبية وكمية الأكسجين يتم تعديلها يومين حسب حالة المريض صحة يعني فقط يروح للطبيب يقولوا مثلا يعمل الأكسجين بتركيز معين بعد يكمل بنفس الوطير لدينا بروتوكول وبروتوكول هذا حسب الدول يشرب إنترنت كوموبيديتي كان واحد عنده مرات مزمن كان واحد معدوش مرات مزمن ما تقدرش تعديله نفس نفس دوا ودوا هداك يقدر يأثر إيجابيا ولا سلبيا على الأكسجين يعطيله لك طبيب يتبع الناس هدو ما يرام يديروا الأكسجين في الدار وكما قلت كل يوم يقدروا نقصوا نقصوا دو لتر وحتى نشوف الإنسان يسترجع الأكسجين طبيعيا حتى نحو هلو لك هذا وكان بروتوكول كما قلت وراء هذا الأكسجين في علاقة بين زمر دموية مع نسبة التركيز من الأكسجين اللي يحتاج ها المريب لأنه حديث كبير نعم ولكن ما لقناش التبليكات السنونتيفية دون نفو على هذا معطيات علمية معطيات علمية غير موجودة هاد ملاحظات برك الناس اللي تشوف الأطباء اللي تشوف قال لك أنت خمسين إنسان اللي عنده هذه زمراء وكان مضاعفات ما تقيسلوش قاعد كوفيد هذا خطأ نحولي هذا خطأ أخبروش نقوله هكذا ورهم يديرو خطأ الناس اللي معنش في الدومان هذا موال دومان ميديكال لك واحد لازم يتجند بهذه المعلومات ولعند هذه المعلومات لازم يتقرأ المعلومات علمية كما قلو في تحط المعلومات تحط في المقال هذا المقال يتجد الكبار عاليين في نفو دوم يقول لك هذا يجوز في هذا المقال ستجد مليح هذه المعلومات صحيحة وحتى إصراح حديث مؤخرا يقول لك أنه صاحب زمرة الفوليونية تكون أعرض كورونا أخف هذا وش كنت نقول هذا خطأ هذه معلومات ملاحظات فقط ملاحظات وملاحظات تشوف الإنسان لا تعرف الإنسان لا تخدمي الإلاستيك النوويات مرنش كيف كيف سيفرنا الناس كيف كيف ولكن الميتابوليزم متع الميتابوليزم متعين مختلفين وحتى استجابة المناعية من شخص لشخص آخر مختلفين هذا فيما يخص الأكسجين فقط أنه ملاحظة جدا مهمة من ضروري اليوم على كل مريض أو أهل المريض كذلك استشارة اليومية للطبيب فيما يخص موضوع الأكسجين هذا مهم جدا هذا مهم جدا كما قلت راكم تديروا في الخطر لعائلتكم يمكن يكون اليوم كذلك عن عملية التلقيح وهذا الحمل الوطني التي توسيع عملية التلقيح عبر الوطن كانت في بعض المراكز الصحية الآن في حملات جوارية فيه كذلك حملت حتى لمناطق النائية للوصول لتلقيح أكبر عدد ممكن من الجزائريين اليوم كذلك فيه الحمد لله فيه استجابة من المواطنين لعمل التلقيح فوزيد را المدين معهد باستور تحدث لأنه هدف طموح نوصلون نهاية شهر أكتوبر المقبل إلى حوالي يكون عندنا 20 مليون جزائري ملقح إذا موسعنا هذا الحمل الوطني التلقيح قد نوصل لهذه النسبة مع كذلك التأكيد أنه كمية اللقحات التي تم اقتناءها وليشاتها الجزائري من الخارج ستصل كذلك مع شهر سبتمبر المقبل إلى 15 مليون جرع إن شاء الله نحن 8 ملايين جرع من 8 ملايين جرع 9 ملايين من آخر أقود نهاية شرط الحمد لله قدرنا نلقح 17 مليون جزائري نلقح 40% من نسمة أكثر من 80 سنة نملاح نبدأ قلوب بدأ تمنع الجماعية ولكن ذوك المشكل المطروح بعض يقول بوطري تلقيح الحالية يعني تكون صعب أنه نوصل إلى هذا نعم يعني لو نرجع إلى أرقام وزارة الصحة لو سمحت فيه 3 ملايين ونصف جزائري تلقيح نهاية شهر جوليا تلقيح بجرعة واحدة بجرعة واحدة وحوالي 900 ألف بجرعتين وبالتالي أنه نضعف هذا الرقم بثلاث أضعاف أو أكثر شي صح والبعض كذلك تسأل لماذا نعمل كما عملت كثير من الدول الأوروبية فضاءت كبيرة حتى مثلا فرنسا في استنجاد حتى الملافق رياضية حل جميل حل سهل كل سهولة كل مؤسسة وطنية كل مؤسسة خاصة جيب دير الوقاح للعمال دير الوقاح لل أصدق للدسند هذا سهل هم يطلبون بزيك مؤسسة تخصر يطلب وزار الصحة جيبونا الوقاح وعندهم التقم الطبي يتحب وره مشكل صح فهمتش وره مشكل ها قدر نخدر نلحقه حتى 70% من شهر ولي شهر إذا ما توفر كذلك ندعم المخصوص الوطني من اللقاح كذلك فيه موطرة حتى من بعض الأطباء الخواص وحتى نقابة صيدي للخواص كذلك تقدموا مخترح لمشاركة في عملية تلقيق وأنه يكون هذا اللقاح كذلك متوفر على مستوى صيدليات تتعرف كذلك انتشار صيدليات عبر الوطن ولكن لازم مكان خاص لتلقيح وما عندهم زبناء تحوم هذين زبناء لم يكن يدخل لصيدالة كيف تحب تدير زيدي اللقاح تغير أو لديك صيدالية كبيرة تكون شروط نرح إلى صيداليات ربما نموذجية في كل ولاية هي صغيرة صغيرة جدا صغار صغير مختر يدير كبار وكان صيداليات كل ولاية أظن كان 10 ولا 15 صيداليات كبيرة لحجم يستوع ويستقبل الناس لكي يدير اللقاح ولكن يستطيع نعم ها في كل صيداليات هذا لا يستطيع حتى كذلك فيه مقترح عدد مؤتباء الخواص لأن حتى في قضية الصيادرة ودخولهم في الحملة الوطنية التلقيح نعرف أن لتلقي التلقيح كذلك لازم متابعة أو مراقبة طبية بعد الأخذ الجرام نصف ساعة نصف ساعة يشوفوا لماذا يقدر يكون الأعراض الشيء رجع إلى اللقاح بالدت ورجع إلى واحد من الإنسان ومتابعة لن تلقيح ومتابعة لن تلقيح الوطنية لكن لن تلافق هذا لن تلقيح لن تلقيح يمكن أن يكون فيها للعرض لن يحمل واحد من الإنسان تلقيح هذا يمكن الإنسان 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 يدخل داخل الخالية يدخل مع الفاكسن لكي يدخل داخل الخالية لكي يفرز لحد الآن ربما اليوم وصلنا ربعة مليون الجزائر يتلقى هذا اللقاح أو أكثر لا يوجد أعراض جانبية لحد الآن هنا ربما نفتح وقاوس فيما يخص للقاح الصيني لكثير من دراسات وفي حتى من الأخصائين إشادة بهذه اللقاح لأنه اعتمد على التقنية القديمة فيما يخص تعامل مع الفيروسات هي حاجة سهلة باش نفهمكم خطرت شوئ لازم تعرفوا باللقاح اللي راهو الجسين هو اللقاح تقليدي هو بين أوائل ما نرى واشنوها هو نقضي الفيروس كي مره كل شكل تاو نحاولو برك الجين اللي يفرز البروتين سبايك هذا ما واش نحاولو واراهو في كل الشكل تاو يقعد كي مراهو ولكن كما ركتون نشوفو كين يكون الفيروس كي مراهو كمبليك ما قلو في كل كامل متكامل هذا كين يدخل في الإنسان يحطوك شغال فيروس طبيعي وفيروس طبيعي يفرز كأنه فيروس كورونا كأنه فيروس كورونا لكن معطل قضية تكاثر هذا الفيروس يعني صح هو ما يتكاثرش بتالي يحفز المناعة على الاستجابة ضد هذا الفيروس يفرز المناعة ولكن المناعة اللي يفرزها لا تكونش كيمال المناعة اللي يفرزها كين تدير الفيروس ليفرز البروتين سبايك حادي كلا سيكون أبال اللي بوينت هادو بتاع الفيروس وعلى عشي خطر لازم تعرفوا كعلي كورونا فيروس كل كورونا فيروس عندهم نفس البروتين تباه والتغيرات بين هادو سي تغير جيني فيها واحد تنين ثلاثة ربعة ولا سبعة ولا ثمانية حاجة طفيفة اللي كما قلوا منعة ما تتخلش بعين اعتبار هادو التغيرات لك كيف تكون منعة إيجابية في واحد من التغيرات السؤالية تعلقوا كورونا فيروس لكن حتى مشكلة تفرز لا تسمو ذات دول أتسمو ذات تقاوم هادو الفيروسات وكذلك من الحديث اللي ربما متداول على فضاءات التواصل الاجتماعي يقولك أنه ربما اللقاح الفلاني أفضل من اللقاح الفلاني في مقص قضية الاستجابة المناعية والتحفيز المناعة على الاستجابة ضد هذا الفيروس من وفق معطيات علمية بحتها هل هناك فرق حقيقي وجوهري بين هذه اللقاحات على الأقل خمس المتداول حاليا عبد العالم لازم تعرفوا بلي عندنا خمس أنواع اللقاحات هذه خمس أنواع اللقاحات داروا تجارب العرض ما داروش على سبوتنيك ما داروش على دارو غسين نعم سبوتنيك ما زل ما ولكن الثلاثر فاكسن افكتما شفنا ما كانش بزاف كان عشرة 15% كما قولوا لديفيرانس بين اللقاح واحد والثاني والثالث والرابع ما كانش بزاف لديفيرانس تجارب هذول ما يقولوا بلي هذا قرماد قطع حنا في الجزائر كما كنتشوفوا لدينا أسخار هناك عندنا سبوتنيك عندنا سينوفا و سينوفاك هذول ما الأربع اللي موجودين في الجزائر هذول ما أفار سبوتنيك ما كاش دير سبزاف عليها هذول ثلاثة رهم جدو إيجابية حنا دوكا كان بزاف المقالات رهم يهدروا على لوندا حنا ما دخلش عننا لوندا يهدروا على إبسيلون حنا ما دخلش عننا إبسيلون فعليش حنا نقرن و رحتنا مع البلدان لديهم و فيه تركيز اليوم كثير لأنه فيه كذلك استجابة من الصين لتوفير سينوفاك نحو توسيع استعمال سينوفاك في الجزائر نعم دوكا لازم تعرفوا كما دوكا كان بزاف البلدان يخموا يديروا جرعة ثالثة ترازيام دوز هذي ترازيام دوز لازم تعرفوا سيبان ترازيام دوز تعلوا باكسن كما ما قلو 15 شهر و لا شهر يديروا جرعة لا هذي يكمل المناعة تحك لازم تشوفوا المناعة ما تقعش طول العام ما تقعش طول الحياة مناعة عندها عندها وقت محدد الوقت محدد كما قلت الإنسان مختلف الإنسان كل واحد وش عنده المناعات وش يقدر يفرز مضادة كل إنسان كيفاش يديرها ما قدرش نعموها ولكن دراسات دارو شكونا بلي موين متوسط درنا المتوسط تعل الناس اللي عندهم المناعات خفيفة اللي عندهم منعات متوسطة اللي عندهم منعات قوية وسرعت كما قلو الإنتاج الإنتاج اللي تسمى المضادة وشافو فيك دي موب كما السينوفار والسينوفار بتاع الشيء السين بتستغرق الوقت أكثر كما أسخا سينيكا وأسخا سينيكا ماستغرق شواء أكثر كما فايزر فايزر هو الرقم واحد للاستقرار المناعة اللي عندها تكبر عام ونص كنز دي ست وات دي مو 18 تقدر تكون استقرار في إنتاج المناعة ولكن في السين هذا كسينوفار وسينوفار شفنا بلما ما تجاوبش أكثر معهم هذا وشي يقول حنا حمد لله دوك ولا نقدر نتجوه في الجزائر ما نقدر ما زيدوش نصدروه حتى لازم نشوفه بل يعنا استيراده من الخار ولا نصدروه لازم نزيد ونجيبه من 17 إلى 8 شهر ولا نجيبه هنا الخدم في الجزائر الحمد لله كن في استقرار ما في استقرار كما قلو في اقتصاد حتى يفتح باب الإمكانية سواء الجرعة الثالثة أو حسب حاجات وطفالات هذا البارس مستقبل وانترح بما يجبه وانترح أصدر بلا ننظر وانترح بلا ننظر لعنه ممتاز كذلك في حديث على توقيت أخذ الجرعة الثانية هل من الأفضل مثل ما معمول به حادياً بعد أسبوعين إلى ثلاث إلى الشهر ونحفز الجسم بشكل مثالي أم فيه من يطرح قضية كذلك تباعد بين الجرعة الأولى للجرعة الثانية نعم لكي يجب أن تعرفوا حاجة بركة حذاري حذاري ثم حذاري تلقوا الفيروس وانتم عندكم الوكسن هذا يكون عندكم خطر كبير 15 يوم قبل ما تديروا برنامج باش تديروا اللقاح 15 يوم قبل لازم تاخدوا كل إحتياطات لازمة باش ما تكونش عندك العدوى ولاكش ما عندكم السمطوم عندكم الأعراض يشبهوا الكوفيد قبل ما تدير جرعة تدير تحاليل أنا ضد هالدومال يقولوا ما تديروش تحاليل لا لا تديروا تحاليل ولا لازم تدير الجرعة تاعة الأولى والتانية وعندك الأعراض وماك مشك بالكوفيد لازم تدير تحاليل قبل تلقى النقاح وانت عندك الأعراض يشبه تقول هذا هو خطر منك اللي ما تزار ولا كلي تدلع ولا يسهل هذه ما كانش منها هذه ما كانش منها تدير تحاليل هو اللي يعطي لك كما قولوا الصح والعندك ولا ما عندكش الكوفيد ولا ما عندكش كوفيد مرحبا بك تدير الجرعة الأولى والتانية تنبين جرعة الأولى جرعة تانية تاخدت الصغرق 40 يوم هذوك 40 يوم كيف كيف لازم تحرز روحك لازم تاخد كل احتياطات لازمة بش ماتتحكمش الفيروس برون أنه في حديث أنه اليوم وتأكيد من كثير من الأخصائيين أنه لما تلقى الجرعة الأولى يحفز المناعة ولكن بنسبةها قليلة 30 إلى 40% لازم تعرفوا بالجرعة الأولى هي بش كما قولوا تربي الخالة هي لتنتج المناعة هذه هي الأولى الأولى ما نسموها بلين مناعة هي ماشي مناعة الإنسان ما يجب أن يعتبرها هي المناعة هي يعتبرها هي التدريب الخالة هي اللي تنتج الأجسام المضادة باش تفرز تبدأ تفرز باش تتأقلم مع الفيروس هذا ما كان في الجرعة الثانية من سنة و 15 يوم بعد باش نقدر نقوله بلين نبدأ نخدمه لزنتيكور تواعنا 15 يوم بعد الجرعة الثانية لما كنقدر نقوله بلين تبدأ إنسان يبدأ ينتج هذا المضادة ليحاميه إن شاء الله ضد الفيروسات طيب فيما يخبر بعد تلقي الجرعتين اليوم في حديث كبير كذلك حول المدى الحماية الموجودة عند الشخص وفي مجابهة هذا الفيروس باختلاف حتى الحميلين لأمراض مزمنة وغيرها يكون محمي بنسبة كبيرة على الأقل من يروحش للمستشفى أو قادر يروح المستشفى ولكن أعراض تكون خفيفة نعم كما أقول من العام الفارض وحنا نهضره قبل ما يجي لوقاحات قبل ما يجيبوا لوقاحات هنا كنا قلوب لأمراض المزمنة هوما الأولويات الأولويات لي محأات وعلم قد أقل يروحون هم الأولي لارد سباتاراد واحد عنده سوكاري مواصر سوكاري عنده مرض القلب عنده مرض السرطان عنده مرض الغدد في مرض هل هدينا وétanch ميزمنة من سلطات تسمح لهم هم الأولي من يدروا اللقاح يبدأ اللقاحات موات يو مارس موات يو مارس يو كان هذا هو أنا تقول به لكننا نسمعه في فيسبوك والأخر يقول لك هل الملادي كرونيك لا يضرهم كيف حنا كنا نقول لكم هل لكم الروتار والجه الأخرى ما زالت سخصي ولا نديرو ولا ما نديروش لا ما فهمش للعقل و لاحب ما حبيلش الدير قلنا وعليش نحن لحظكم علومات اللي ما عنده حتى الضر جمي وغران جمي لفاكسن يقتل إنسان جمي لفاكسن ما يقتلش إنسان هذه معلومات خدوها معندي جمي لفاكسن يقتل إنسان وش يقتل إنسان أدي كونسيتيون دي فاكسن كين واحد كين واحد بالمية في العالم كل عالم يقدر يكون واحد ولما ما با واحد 0.8 بالمية بتاع النساء ما في العالم يقدر يكون لعندوه شغل اليرجي برك اليرجي حساسية واحد من مكونات أصر كبير أنه في حدث كبير من المواطنين في قابلية لتصديق هذه الإشاعات يقول لك سبب العقم يقول لك سبب خطر الوفاة بعد سنين بدون أي سند علمي هذه معروفة هذه معروفة خطر كم بزاف الناس مرانوش كاع في المجال في المجال الطبي معدوش كاع العلاقة مع المجال الطبي يقرأ وفيهم يقول لك مؤامرة كونية ضدهم نعم لا ما كاش من العدي ويقول لك البحث كيف أشك يعني البحث البحث عبك البحث عدي هذوك 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 ويحطوهك في الحقنة وديرها لك واتا واش تكون جزائري وانت ففهم شو الجزائري اليوم رفض رفض موجود العالمي ولكن بالنسبة قليلة في الجزائري الأسف اليوم الحمد لله فيه وعي كبير وفيه قابلية وفيه إقبال على التطعيم ولكن الإنسان ما لازم يصدق هذو الأمور لكن نحن نشوف أنه كان إقبال كبير في بداية حملة اللقاح تلقيه نكن جنبنا ربما وكما لاحقناش لهذا الحكاري هؤل المشكل وراء طيب باش نوصل باش نجنبه اليوم عبر العالمي يتم الحديث كذلك حول موجة رابعة في عدد دول أوروبية باش نتفاده وحنا عندنا تقريبا تأخر بشهر شهرين على ما يشهده العالم فيما يخص هذه الموجات باش نتفاده وربما موجة رابعة قد تكون أخطر لازم نوسع هذو الفضاءات تلقيح باش نوصلوا إلى ما ذهب إليه مثلا المدين محاة قاستور يقول لك نلقح 20 مليون جزائري مع نهاية شهر أكتوب إن شاء الله هاي واش نقولوا كل موجة جديدة اللي تدخل تكون أكثر شرسة وأكثر انتقال الموجات اللي قبلها هذه معروفة شوفوا الموجة التانية مقارنة الموجة التاليثة الأولى شوفوا الموجة التاليثة مقارنة الموجة التانية موجة رابعة تكون تانية أكثر شرسة ولكن شرسة وش معندها شرسة شرسة هي سرعة الانتشار الفيروس إنسان الإنسان والسرعة تطفل الفيروسات الخالية الخالية كل فيروس اللي تدخل الخالية يتكثر بسرعة كبيرة جدا والخالية هذه تنفجر والفيروسات هذه معنى أولوف وأولوف الفيروسات يتطفل الخالية أخرى وهكذا يكون عندنا كل الرئة ما تخدمش ما تخدمش خطر الفيروسات هما اللي كسروا الخالية وعندك نفس الرئة ما تخدمش طبيعي نعال بها الناس هتوجهوا ديركت مول في السبتار بش يدروا للتنفس ولكن كما قلت كين ديروا الوقاح الفيروسات هدو ما ينتشر هو كين يجي شارس كبير كين تخل إنسان كين يسمون ضد كين يدخل عشرة آلاف فارتكول فيروسات داخل إنسان بالإسينشاق أو بالفم هدو ما وش يديروا أكثر من 50% من هدو الفيروسات يروحوا مع المناعة منعات تجنبهم بش يدخلوا داخل الخلايا و50% تكون عندنا حاجة خفيفة هكفهم دونك هدو يخفف علينا شارسة الفيروسات وصحهم يروحوا سبيطار يقعدوا برك يشربوا دوا في الدار وخلاص منتاز فيما يخص قضية تحدثنا حول التحاليل اللي لازم يقوم بها المريض ونتأكد على هذا الشيء أو يقوم بهذا الشخص قبل إجراء التلقيح وتلقي الجرع الأولى لما طبعت التحاليل نروح البسيير قبل ما نعمل التلقيح نعم هذا ليس شرط لا يقول لن يجب أن تروحوا ما قلنا لديكم الأراضي لديكم شاكين بالأراضي ويجب هذا الرانديوو لا تخدرش تراتيل لا تخدرش يروح لك خاطر ما تعرف ما حيصر من 8 يقول لك ما كانش الجرع أو لا نعم التلقيح لازم دير تعيار لازم دير تحليل باش يكون 100% تقول بلي عندي ولا ما عندي نعمل بسير أفضل بسير أفضل خاطر عنده 96% من ما قلو يعطيك حقيقة الوجود الفيروس والانتيجيني عندك 50% حتى 60% ذلك يقدر عندك 40% تفو نيجاتيف نتازل نروح إلى نقطة أخيرة ونختم بها كمقترح أو وفق ما ذهبت إلى كثير الدول العالم أن نتوجه إلى الاستعانة بهذه المراكز الكبيرة سواء المرافق رياضية أو غيرها لتوسيع عملية التلقيح لأن حتى بعض المراكز الصحة اليوم فيه ضغط كبير لتلقي اللقاح وفيه اكتدار على مستوى هذا المراحل نطلب السلطات المعلية وزارة الصحة بيش تقدر تسمح المؤسسات الخاصة والوطنية بيش تقدر تساهم تسمى جهتها بيش تقدر تدل وقاحات كل أفراد العائلة الناس لا يتخدم داخل المؤسسات هكذا نقدر التانية نلحق بسرعة المناعة الجماعية إن شاء الله من الشهر شهرين ولا إن شاء الله هذا البروغرام إذا موصلنا إلى هذا الرقم 40% هنا تبدأ هنا بداية المناعة الجماعية على الأقل نتفادى موجات قادمة نعم أشكرك جزيل شكر للبروفيسور يدير بيتام الباحث المختص في الأمر المتنقل لأمراض الاستوائية على كل هذه الشرحات شكرا نبقى في شأن الصحيح المشاهدين رفقت كاميرا تلفزيون نهار مصالح ترجمة نانسي قنقل